السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اخوتي من جديد اليوم سنتكلم عن تحليل من اكثر التحليل طلبا وهو تحليل CBC وهو complete blood count كما نقول او صورة الدم الكاملة سوف نتعرف من خلال هذا الفيديو عن مكونات هذا التحليل طريقته بالتفصيل وكيفية الاستعداد لاجراء هذا التحليل وايضا الكثير من المعلومات الاخرى ماذا نقصد بتحليل صورة الدم تحليل صورة الدم الكاملة هو من التحليل الشائعة والاكثر طلبا من قبل الاطباء يعتمد هذا التحليل على تقدير كمية الخلايا الموجودة في الدم وايضا يتم حساب تلك الخلايا عن طريق اجهزة خاصة تعمل على تحليل مختلف مكونات الدم في اقل من دقيقة مما يتكون تحليل سي بي سي صورة الدم الكاملة تحليل سي بي سي من خلاله يتم قياس عدة مكونات أساسية في الدم ونذكر منها كالأتي اولا عدد خلايا الدم البيضاء WBC كاونت وهي White Blood Cells وهو عدد خلايا الدم البيضاء في حجم الدم ككل والمعدل الطبيعي لها يختلف قليلا من مختبر إلى آخر ولكن بالعموم يتراوح عددها ما بين 4000 إلى 10000 خلية في كل مليمتر مكعب يجب العلم بأن زيادة عدد خلايا الدم البيضاء عن المعدل الطبيعي يشير إلى وجود عدوى بالجسم أو يمكن أن يشير إلى الإصابة بورم خبيث عفاكم الله ذلك في حالة الزيادة بدرجة كبيرة جدا أما في حالة انخفاض عدد كرات الدم البيضاء في الدم لها WBC عن المعدل الطبيعي فإنه يعني وجود مشكلة في النخاع العظمي البونمرو أو استخدام بعض الأدوية ومنها العلاج الكيموي نأتي إلى عدد الخلايا نأتي إلى عدد خلايا الدم الحمراء وهي الار بي سي ريد بلود سيلز يقصد به عدد خلايا الدم الحمراء في حجم الدم ككل المعدل الطبيعي لكرات الدم الحمراء المعدل الطبيعي لكرات الدم الحمراء لالار بي سي يتراوح ما بين 4.2 إلى 5.9 مليون خلية في كل مليمتر مكعب نأتي إلى نسبة الهيموغلوبين للرمز بتاع HP وهو عبارة عن نسبة الهيموغلوبين في حجم الدم بالكامل فالهيموغلوبين جزء من البروتين داخل خلايا الدم الحمراء والتي تحمل الأكسجين وتعطي الدم لونه الأحمر المعروف المعدل الطبيعي يختلف بين الجنسين حيث يكون ما بين 13 إلى 18 جرام لكل ديسي لتر للرجال أما النساء فيكون ما بين 12 إلى 16 جرام لكل ديسي لتر نأتي إلى الهيماتوكريت ما هو الهيماتوكريت عبارة عن نسبة من حجم خلايا الدم الحمراء لحجم الدم كلهم والمعدل الطبيعي له يختلف ما بين الجنسين حيث يكون عند الرجال ما بين 45% إلى 52% أما بالنسبة للنساء فيكون ما بين 37% إلى 48% يجب معرفة أن وجود نقص في عدد خلايا الدم الحمراء أو نسبة المغلوبين في الدم عن المعدل الطبيعي يشير إلى وجود أنيميا أما في حال زيادة هذه النسب عن المعدل الطبيعي فقد تدل على أما وجود مشاكل في القلب أو الكبد بالإضافة تزيد عند المدخنين نأتي إلى مكون من مكونات الدم ويخص كرة الدم الحمراء وهو MCV Mean Cell Volume وهو حجم الكورية الوسطى العربي عبارة عن متوسط حجم خلية الدم الحمراء أو بمعنى آخر هو القيمة المحسوبة المستمدة من الهماياتوكريت فعدد الخلايا الحمراء والمعدل الطبيعي لها يكون ما بين 80 إلى 100 فمتو لتر هنا الوحدة تقاص بالفمتو لتر وهو جزء من المليون لتر كمية الهيموغلوبين الوسطى للكورية هو الرمز MCH من سل هيموغلوبين يكون عبارة عن متوسط حجم الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء بمعنى أنه القيمة المحسوبة المستمدة من قياس الهيموغلوبين وعدد كوريات الدم الحمراء المعدل الطبيعي له يتراوح ما بين 27 إلى 32 بيكو جرام نأتي نأتي إلى تركيز الهيموغلوبين للكورية الوسطى اللي هو MCHC Mean Cell Hemoglobin Concentration عبارة عن متوسط تركيز الهيموغلوبين في حجم معين من خلايا الدم الحمراء فهو الحجم المحسوب المستمد من قياس الهيموغلوبين والهيموغلوبين والهيموغلوبين إلى 36% نأتي إلى عرض التوزيع لخلايا الدم الحمراء مكون أو مقياس آخر اللي هو RTW عبارة عن قياس التغير في حجم وشكل الخلايا الحمراء كذلك يوجد من ضمن الخلايا الصفائح الدموية اللي هي Blatelet ولعدها نقول Blatelet Count عبارة عن عدد الصفائح الدموية في حجم معين من الدم وهي تختلف عن الخلايا الأخرى وليست خلايا كاملة ولكنها أجزاء من السايتوبلاس فهي تصنع من خلايا وجدت في البونمرو نخاع العظام تسمى النواء فهذه الصفائح الدموية تلعب دور حيوي في تخثر الدم المعدل الطبيعي لها يختلف من مختبر إلى آخر ولكنه يتراوح عامة ما بين 150 ألف إلى 400 ألف لكل مليمتر مكعب وجود زيادة في الصفائح الدموية يدل على وجود مشكلة في نخاع العظم أو الإصابة بالتهاب شديد بالإضافة إلى نقص الحديد في الدم أما في حالة وجود نقص في عدد الصفائح الدموية عن المعدل الطبيعي فإنه يدل على وجود نزيف لفترة طويلة الاستعدادات المتبعة قبل إجراء تحليل صورة الدم لابد وهناك شروط واستعدادات قبل أن نجري تحليل صورة الدم الكاملة يمكن أن تتبع قبل إجراء تحليل صورة الدم الكاملة شروط بسيطة جدا حيث يمكن أن يتناول الشخص الطعام والشراب بشكل طبيعي قبل إجراء تحليل الدم وذلك لأنه لا يوجد احتياطات معينة يجب الالتزام بها وذلك في حالة إجراء تحليل الدم فقط ولا يوجد معه المزيد من الفحوصات في الدم مثل نسبة السكر مثلا بالدم والتي تحتاج إلى الصيام في بعض الحالات نأتي إلى العوامل التي قد تؤثر على صحة نتائج تحليل صورة الدم سي بي سي هناك بعض العوامل التي تجعل نتائج تحليل صورة الدم الكاملة سي بي سي غير دقيقة ومنها الآتي تناول الأدوية التي ينتج عنها انخفاض نسبة الصبائح بالدم مثل الكورتيزون وبعض المضادات الحيوية والأدوية المدرة للبول والعلاج الكيماوي ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية بالدم أيضا قد يؤثر على نتيجة التحليل زيادة معدل كوريات الدم البيضاء فقد يسبب ذلك قراءة خاطئة في نسبة الهيموغلوبين في الدم إصابة الطحان بالتضخم فقد يسبب ذلك نقص في نسبة الصفائح الدموية أو كوريات الدم البيضاء أيضا الحمل الطبيعي يحدث انخفاض لعدد كوريات الدم الحمراء وارتفاع نسبة كوريات الدم البيضاء وأيضا من الأسباب الأخرى هي بقاء الرباط المرن اللي هو الترنوكيت ضغط على الوريد لفترة طويلة قبل سحب العينة يؤثر على نتائج الفحص ترجمة نانسي قنقر